أعربت مصر عن تضامنها الكامل مع جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة حكومة وشعبا إثر تحطم طائرة الركاب البرازيلية التي سقطت أمس بولاية ساو باولو وتحطمت طائرة التي كانت تقوم برحلة داخلية في ولاية ساو باولو وأعلنت سلطات المحلية أنه لا ناجين من بين 61 شخصا كانوا على متنها أثناء حدوث المأساة التي لا تزال أسبابها مكهولة ترجمة نانسي قنقر